أحسى شي بالفتبول لللاعب هو الشهرة والناس تحبك والناس تضل حوالك يعني أنا وقت أطلقت لقب مجانين النجمة على جمهور النجمة ما كنت غلطان آي صح جمهور النجمة بيحبوا للنادي منه معقول فينا نقول حسن معتوق انظلم كتير بنادي النجمة آي أكيد انظلمت بنادي النجمة أنا هلأ عندي هيدا هيدا السنة مع نادي الأنصار وكل شي وارد انه قلني مع نادي فيلم فهيدا هيدا الموضوع دايما بنتركه لأقدام أنا واحد من الناس وقت ما كنت شوف رضا وضودو برضا آمن بحالي آمن بموهبتي دايما كان عندي الهدف انه أطلع لبرضا طب انت بتشوف حالك مدير فني بعدين آآ شو قصة صالح صالح بالأردن حسن أربع لعبين أجاني بهالموسم فكرة منيحة أو لا ما حدا بيقرب على الرقم لا ما بيسترجع قريب عليه أسعد السؤال حسن معتوق أهلا وسهلا فيك مسلا الخير حبيل لك حسن أو أبو علي الاثنين ما في مشكلة بس أنه هلا الأغلبية بيقولوا أبو علي أبو علي صحيح هذا أول بودكاست لك بتسجله صحيح وأنا مبسوط أنه أنت كمان أول مرة بتكون معي صحيح الأخلاق بتكمله بس ضروري كمان يكون أداءه بالملعب كبير والباقي الباقي بيجي العالم بتصير تحكي عليك كيف مكان ما حسنًا بتتذكر كم بطاقة صفرة وحمرأ أخذ بمسيرتك آآ كبطاقات الأكيد أنه لا لكتير آآ بتذكر عندي بطاقة حمرأ مع نادي النجمة بالبطول العربية إذا ذكر وقتها شوية عصبت كانت أول مرة بعصب هالقد آآ بتلات أربع بطاقات صفر هاي دي كل مسيرتك صح هم تحكي عشرين سنة تقريبا هالقد من نهايني طيب خلينا نبليش نحكي عنه هيك في أمور كتير بدنا نحكيها وخاصة الأمور الخاصة أنا بحبها في أشي مهدومة أنا بعرفها عنك يلا بس الشمهور ما بيعرفها طيب لأول مرة رح يسمعها اليوم يلا هاتلا نشوف أوكي رح نحكي عنها بس خلينا نحكي عن نشأتك أنت خلقت بألمانيا وربيت بألمانيا وبقيت لعمر كبير بألمانيا يعني 11-12 سنة كان بعدك عم تلعب فوتبول بألمانيا قبل ما تيجي على لبنين صح يعني مثل ما قلت بداياتي كانت بألمانيا نشأتي كانت بألمانيا كانت موهبتي بأعتقد بهيدا الوقت واضحة للكل بتذكر لو كملت بهيد الفترة كان مستقبلي كتير منيح في فرق وقت ما تكون عم تلعب بعمر صغير وتطورك برات بالدول الأوروبية بالأخص ببلد مثل ألمانيا اللي بيهتموا بالمواهب كانت أكيد بتفرق معك بالتطور بهيدا العمر بس آخر شيء قرر بيه أنه يجي على لبنين كلنا كعائلة وبالمبدأ ودايما بيسألوني إذا أنت مبسوط أو راضي من اللي عملوا بيك بقول دايما ردي أكيد لأنه اللي صار معي كمان بمسيرتي بحبه التفاصيل اللي عشتها بكرة القدم بحبها وهيدا آخر شيء كان مكتب لنا وبعتقد قدرت أعمل مصيرة منيحة مصيرة كتير حلوة إن كان بلبنان وباحترافة بالإمارات يعني من العهد للخليج للإمارات صحيح للنجمة للأنصار مصيرة كبيرة وأسماء فرق كبيرة لعبت معي يعني مش أي أسماء عم تحكي أبرز ثلاث فرق حالياً بلبنان صح يعني ما بعرف إذا حداً لعبان حداً تاني لعبان للعهد نجمة وأنصار ممكن حتى بس إنه بعتقد حداً مرضاً سمعت حداً عم بيقول إنه يمكن أنا الليعب الوحيد الليعبت لثلاث فرق بلبنان عم تحكي ثلاث فرق من الأكبر بلبنان طبعاً كل فريق عشت شعور معين معه وفترة كلهم حلوين في جزء منهم حلوين وفترة طبعاً وتفاصيل صغيرة اللي هي كانت برضاً الحسابات إذا بينا نقول احترافك بالخريج دي كان بالإمارات حلو خاصة أنه كنت أفضل هداف الهداف التاريخي حتى ما رأت فريقك بالإمارات دايماً أنا بيسألوني تقريباً بالألفين وطنعش أنا احترفت برأيي كان من أصعب الاحتراف الاحتراف اللي عشتوا أنا كلاعب لبناني بالإمارات لأنه عم تحكي بهذا الوقت بالإمارات يطلع لاعب لبناني لعندهم ما كانوا شايفين كتير الفبول اللبناني أو ما معترفين فيه كتير عم تحكي بهذا الوقت أهم دوري كان بالخليج والدور الإماراتي من مدربين للعبين عاليين للعبين عم يجوا من كل الصعودية صحيح كان بالإمارات فبالنسبة لي كان تحدي كتير كبير منو سهل اجتني الفرصة من عجمان يعتبر أنا قلت خلص أنا طلعت لبرضا خلصت جينا لهون تركت البيت بعت السيارة ما كنت عارف شو الوضع بعدني شو يعني احتراف عم بحكيك عم بحكيك يون هيك دغرب يعني كان كان ما عند الفكرة الكاملة لوين رايح أنا خلصت كل شي بالبنان ومع عارف هونيك بالدورة كم بفكروا كان دوري كتير صعب عم تحكي عقليات صعبة الناس معها كتير مصاري ممكن بمبارات ما تكون منح يقولولك يقولولك هيدا عقدك الله معك خلصنا انتهت مسيرة الاحترافية بس لأ طلعت لهونيك طبعا الله وفقني كانت اول اول تمريني طلعت على عجمان طبعا ملك اللي بيتعاطى معك باول لانه قالتلك فكرة كلبناني اول تمريني كانت برأيي انا احسن تمريني لقلي بتمريني بمسيرتي فاليوم التاني طبعا الجو كله تغير اللاعبين الاجانب اللاعبين الاماراتي كلهم حدي كذا تغير الجو اول مباراة سجلت قولين و مشت صح يعني كانت الانطلاقة كتير مهمة لقلي كلاعب لبناني طبعا فتحت بواب لاعبين لبناني كمان تانيين ليكونوا بالدولة الاماراتي بس الاهم من هيك الجدية اللي تعطيت فيها يعني انا بتذكر كل تمريني هو اعتبره امتحان لقلي العقلية تبعيتي كلها تغيرت اهتمامي بحالي وبتركيزي وبأكلي وبنومي رحت مركز لانجح لانه انا كنت بعتبر انه هيدا الموهبة بتستحق كانت اكتر من هيك اللي الله عطاني اياها بتستحق انه تكون بمطرح بعد اعلى كمان من هيك ومشت الامور سبع سنين سبع سنين بالدول الاماراتي ملنا شغلي سهل لقيتلك بعيد العقليات بعيدة بتفكير وبهيد الامكانيات وبالاجانب الاسمائي اللي كانوا موجودين صح وغيرة يعني انه اكيد انا بدي فكر باجنبي يمكن ما بروح على اللاعب العربي ما بديقول لبناني اكيد بروح على لاعب اوروبي لاعب برازيلي لاعب ارجنتيني هيك العقلية الموجودة اذا هلأ بحكي لك كيف صارت انا بعدين عرفت تفاصيل كيف صار احترافة يعني بتذكر كان مدرب عراق معنا عارضين على اربع خمس لعيب بوقتها اسيوي كانوا ثلاثة اجانب واسيوي عارضين على تقريبا اربع خمس لعبين من كوريا ومن بتذكر مهم انا من ضمن الاسماء اخر اسم بس بوقتها لعبنا المباراة مع الامارات اللي ربحناها ثلاثة واحد بتصفيات كأس العالم صح بالالفان واربعتعش احسن فترة للمنتخب لعبنا المباراة بتعرف ربحنا ثلاثة واحد كنت مني قال لي بوقتها قال لي المدرب بدي روح على التمرين حطوا مبارتنا عادت شوية حضرت قمت طلعت هيك رحت على النادي قلت له نجيبولي حسن معتوق خلاص بدي حسن معتوق يجي لهون وهيك هيك بلشت فهي توفيق من رب العالمين بتاهمين بالحظ هيك اوقات ايه بيعطيك فرصة لازم تستغلى يعني لازم تقطفها بمحل اكيد يعني بالتوفيق هيدا توفيق من الله الله بدو ياني كون بهيدا الوقت هونيك وكمان ما فيك تقول بس يلا الله بدو ياني كون هونيك وما تشتغل العقلية بدو تكون كنت شي بدو يتغير العقلية بدو تكون كبيرة هيدا هيدا الفرصة بدك تتكمش فيها وانا هيدا اللي عملته مروحة الفرصة وقديش كانت عامل سلبة اوقات يعني وان ما بتروح حسن معتوق حسن معتوق بالعكس احسن شي بالفتبول لللاعب هو الشهرة والناس انك تحبك والناس تضل حواليك انا بتذكر بكل مسيرتي اخدت شعبية كتير كبيرة شي حادسة هيك حلوة وان ماك لك لعبت للنجمة وللانصار بالاخص يعني عم تنحكي عم نحكي كقاعدة جماهيرية كبيرة عنجات في ناس مجانين بحب انكم بحب النادة بين النجمة وبالانصار في ناس بتوصل معهم بعد شوية بدون بوصولك ايديك طبعا في مطارح انت بتتفاجأ من هيدا الموقف بس هو بيكون هي حالة يمكن حالة بتمرق هو منفعل مبسوط وانت بتتفاجأ من هيدا الموقف بس بعدين بتقدر انه هيدا المشجع طول عمره يشجع هيدا الندي بحبه صار جزء وتفصيل من حياته هالقدة بيتعاطى معه بالعاطفة فبالعكس جمهور انا اللي اعطاني ايه يعني انا وقت اطلق اطلقه بمجانين النجمة على جمهور النجمة ما كنت غلطان ايه صح جمهور النجمة بحبه للنادي منه منه معقول اصلا انا عشت يعني سنتان مع هيدا الجمهور اللي اعطاني كتير من الدعم بهيد الفترة اه على المستوى الشعبية كانوا من احسن سنتان لالي صح بس طبعا بعدا ما قالوا كل الحقيقة بالنق طرف لانه لانه عنا حسن الهلق بعد كان عصا عيد الفوتبول او الباسكتبول ما عم بيستوعب الجمهور فكرة الاحتراف انه هيدا صار بيزنس صح يعني انه هيدا لاعب عنده فترة بديوا العب فيها بعدين بديوا يوقف عنده بديوا يؤمن مستقبل ومستقبل ولاده مية بالمية هلا انا طلعت لبره وهيدا صار من ضمن العقل طبعولي انه ما تفكر بس باللحظ في هيدا صار شغلك طبعا بس بوقتها انا نحطات بموقف ما نقلت للحقيقة كاملة يعني انا كان كان الهدف من من التفاوض مع النادي انه يحطوني بموقف اه 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 ادام الجمهور يعني اه انحكى انحكى كتير وقتها عني بطريقة صح ممليحة بطريقة منا صادقة كتير اه بس انا ما 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 قدرت او ما رجعت رديت لانه انا بعرف هيدا الامور لوين اه بتاخدك اه اه ما حبيت حط حالي بموقف اه 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 ينحكى عني قصص وارجع روضي راعة ينحكى عني صارت الامور اه 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 فكرت فيها حتعملي مشاكل اذا اه 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 قبل ما بلش او قبل ما ارجع امدي مع مع النادي ممكن وصلت لهي المرحلة لبعدين لوين بدي روح بعد شوي بتروح لعندك على البيت على استكرارك فا اه اه بتذكر اعادت مع الاستاذ نبيل بدير ومضيت مع نادي الانصار اللي كمان اه اعطاني اعطاني اه صح زعيم اه الكرة اللبنانية اه اعطاني لقيت كل الدعم اللي كنت انا بحاجة بعد ما طلعت من نجمة كنت بحاجة كتير لدعم ولأ اناس تكون حدي من لعبين اه اه لجمهور لجمهور الحب اللي اعطاني اياه كمان جمهور الانصار ما انه سهل كانوا معي دعموني لقيت نفس الشغف اللي عاشت فيه والحب اللي عاشت فيه بنادي النجمي فينا نقول حسن معتوق انظلم كتير بنادي النجمي اي اكيد انظلمت بنادي النجمي قلتلك اللي كنت عم بتفاوض معهم بدون ما نذكر اسماء اخدوني اخدوني لمطرح تاني ما كان هم يمضي مع حسن معتوق يعني الحقيقة ما كان يتواضح عند جمهور النجمي صح ما كان هم وقت رئيس النادي انه حسن معتوق يمضي مع نادي النجمي لا كان برأيه هم انه ما يدفع مصاري ويحطني بالواجهة مع جمهور النجمي وهذا اللي صار يمكن يعني كان ولقات دفاع كان عم بيتهرب خلينا نقول من التوقيع ما حسن معتوق اكيد اكيد محسومة هيدا الشي ولقات اذا بدي ارجع اطلع دافع عن حالي انا هلأ مضيت مع نادي الانصار ما الا معنى اصلا العالم ما بقى هتتقبل لو دفعت عن حالي وطبعا حتى نسكر هيدا الصفحة مندمت ولا واحد بالمية بالعكس قلتلك الاستاذ نبيل بدر عملني بكل لحظة بكل احترام بكل حب بهيدا النادي عن جد عم بحكيك وولا اللحظة غلط معي هلأ جمهور الانصار دعمني وعطاني الثقة وهيدا الشغل في اللي كنت عايشه حسن انت هلأ اخر موسم مع الانصار انت اخر موسم مع الانصار اخر موسم عم بحكي كا كونترا مين بيعرف شو بصير ما حدا يعني انا هاي السنة هي خامس سنة مع نادي الانصار بس راح منن للأسف سنتين راح بين كورونا وبين المشاكل اللي صارت شوية راح منن سنتين تعريبا بس عم نحكي عمر بصار يعتبر مرأه بسينية ممكن انا هلأ عندي هيدا هيدا السنة مع نادي الانصار وكل شي والد انه دلني مع النادي فهيدا هيدا الموضوع مدايما بتركه لأدنين انا انا بنظر للاعب الفوتبول هو قديه هو بينتبع حاله قديه ليقت وبتساعد يعني العمر مش مش معيار صح اليوم انت عمرك ستة وثلاثين بس ياللي عم بيتابعك بالمباريات بيشوف انه ما بيعرف انه هيدا الانسان رقم عشرة نوبرتان عمره ستة وثلاثين سنة صح قادر تعطي وقادر تكمل صح هل تفوضت مع الانصار او بعد بكير هل في نية اذا الانصار ما كان موجود الموسم المقبل حسن معتوق والانصار يكون مع نادي اخر هل بتروع على فريق عادي جدا من بعد ما كان اسمك مرتبط بثلاث اسماء كبيرة لنكون واضحين دايما العمر منه مهم باللعبة لانه طالما انت عطائك بالملعب منيح حياتك منيحة بتنتبه حالك بالملعب وبرضات الملعب محافظ على حياتك اللي لما بتضرك باللعبة مش من هلأ طبعا عم نحكي من وقت ما كان عمرك بعمر بعمر صغير انت حياتك صارت مختلفة حفظت حالك كذا هلأ حتلاقيهن لبعدين لانه اللي ما بينتبع حاله بعمر صغير ممكن ممكن يقدر يلعب لاش لانه نشاط الشباب وهو العمر صغير وهيك بس ممكن مع الوقت يلاقي هيدا الطريقة الحياة اللي كان عايش فيها لا انا لقات الطريقة الاحترافية اللي كنت عايش فيها لا هلأ بنتبع لحاله بكل تفصيلة بكل تفصيلة بالأكل وبالشرب وبالنوم وبالوزن وبكل شي طالما انت هيك قادر طعطي طبعا متل ما قلت انت وين حسن معطوق موسم الجي السنة الجي ما بعرف انا ما في يعني ما في نقل لك هلأ شي طبعا الاكيد انه انا ناوي العب بين سنتين وثلاثة بعد هيدا هيدا حاطوا براسي وعم نحكي طالما انا هيك قادر الالعب مستوى عالي طبعا النادي الانصار دايما وقالوا تصريح من الاستاذ عباس حسان لا طبعا الاستاذ نبيل بدل اللي بقلي يون شخصي طبعا هن حابيني وحابيني حابيني حابين انو كمل بالنادي بس انو بعد ما اصدر شي رسمي انا وياه هون او حكينا باي تفصيل لسنة الجاي وعشان هيك في نقول ما بتعرف الامور وين بتروح يعني ان شاء الله بنشوفك بالانصار وبتضل بالانصار لان هوني بحبوك وانت مرتاح يعني اي صح هيدا اهم الشي واحد لا ما بقلتلك لقت الاحترام والتقدير هونيك وان شاء الله الامور بتاعكم بتروح حسان قدي برايك احتراف دودو وردا عنتر بالمانيا فتح البيب والحلم قدام كثار من اللاعبين لبنانيين يعني انا دايما بقول انو دودو وردا هن استثنى بالفتبول اللبناني كمسيرة واحتراف بالدور الالماني ما حدا ما حدا عمل هيك مسيرة هن الاساس انو فرجوا انو باللبنان احنا عنا فتبول وعنا مواهب واللاعب قادر انو يحلم لا يروح لبعيد اه فتحوا انا برأيي يمكن مش كتير مش بواب كبواب لاللاعب لا يطلع لبرة لا بس خلوا لحلم حلم اللاعب لبناني يكون موجود او او الموهب تبعيته اه خلوا خلوا اللاعب لبناني يقول انو هيدا الموهب قادر توصل لبعيد اه انا انا واحد من الناس وقت ما كنت شوف رضا ودودو برضا امن بحالي امن بموهبته اه دايما كان عندي الهدف انو اطلع لبرة اه وطبعا لعبين اكتر اللي هن كانوا بيعتبروا هيدولي رموز وهيدولي اه لعبين لبنانية ولعبين انو اه موهبتهم اه وصلت فهيدا الحلم لللاعب لبناني هن فتحوه طب انت بتشوف حالك مدير فني بعدين اه ما كتير بفكر بعد بالموضوع للصراحة او ما بشوف حالك كتير كمدير كمدير فني يمكن الامور تتغير لانو انتو عم تلعب صعب تفكر غير باللعب غير بالملعب للصراحة طالما عندك الشغف بعد بهيدا اللعبة ما كتير بتركز بالاشياء التانية اللي بحب اللعبة هيك بفكر بحب يقضي كل ثانية فيها بكل تفاصيلة لللعبة فما فكرت بالموضوع بس انا يعني بحب كشخص اتعامل مع الولاد ممكن تلاقييني كا ايجنت ايجنت مش كا ايجنت ايجي بس طلع متصاري لا اقدر ساعد طور للولاد دي حطن بالانصحن حطن بالمطرح المناسب ساعد بهيدا الموضوع يعني في حالة بهيدا المجد اكيد اوكي هلا رح نرجع نحكي اكتر لعبة لعبة عطتني كل شي شو بده كاني اطعام بده نحكي عن الانصار هالموسم يلي لهلا بعد منه مؤنع الانصار صح اي رح نحكي بس هيك شوية امور خاصة شو قصة صالح صالح بالاردن صالح كان معنى كان معنى بالبعثة بالبطولة ايدي اكيد من العباس حسن هو اللي ايلك كان جلطه لا استاذ عباس هونيك لانه كان مع البعثة وصالح من النوع اللي شوي فوضوي بطريقته وكان فيه بتذكر كان فيه تجمعات للفرق كل فريق بطوابه وممنوع تنزل على الغدى الاكل كان بالهيدا فصالح كل شوي يقولون لا انزلوا فينا ارضوه على التمرين جمعنا حالنا نزلنا رايحين على التمرين كانوا طلعونا من البطولة حتى رجع صالح حكاكم غير مرة رجع اجع كمان ودقلكن اي 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 اجع نذكر هالتفصيلة طيب خلينا اتقل لخبرية كتير مهدومة من زمين بالمانيا اللي ما بيعرف كان يصير في دورات انت وصغير باخر ساعتين كنت انت تهرب من المدرسة وتروح تكب الشنطة من فوق الحفة قام المدير عارف قام ريء اباك عارف من وين بتهرب راح نطرك مرة عم بتكب الشنطة سلقيها وانت انت بتجيب بحضنه مزوطة او لا اي صحيح يعني بهيد الفترة قلتلك كنت مهووث بهيد اللعبة تركيزي ابدا لا بالمدرسة ولا بدرس لقيت طريقة لحتى روح لعب فبول برضات المدرسة مرتين ثلاثة يلاقوني غايب فعرفوا وين محلة بالهرب اي فمرة من المرضات متل ما قلت انا وعم كب الشنطة لقيت المدير لقيت المدير برضع ااااا بحتج هيده الذكريات هي من اجمل głos كريات الشخص عندك هو صغير. عدي كنت انت وصغير مو شاغب نوعا ما خليني سميها. خبروا الوقت كان في محل كومبيوتر بوجباية تكون وبيك كان يقول لك ما تتأخر. اي. وانت مرة تأخرت وساقة بيطوم موجود عم بيصلح السيارة ما رأيت بالغلط ربط فيه انت. قلت له مثلا الخير عم وقال لك اهلا حبيبي وطلعتوا ببعض طلع بيك خبرني هاي الحادسة دي مهضومة. بي بي نحنا وصغار كان. نحنا انه نقعب برضات البيت كان كتير حريص انه نكون بكير بالبيت فتعرفت على لعبة اسمه كونتر سترايك انت انا بس العب فبول ما حب غير الفبول وشوي انسجمت فيها بتذكر بيك حتى ما كان عارف انه انا برات البيت فتأخر الوقت كزا انا مستعجيل. متل ما قلت انت بخبط بشخص بقل له مساء الخير بيتطلع فيه بتعرف بيك دغري بيلحقني على البيت فبيك الله يخليلي طبعا تعب تعب كرميلنا اه اه ضحى بحاله كرميل. تب ليه وقت كني اقل لك حط كبيت الشاي دايما بنص طولة بتحطه عالطرف. اه مش هيك انا دايما بال. حتى اي مرة كبت الشيات عليك? مش هو كبت الشيات انا كبت الشيات عليك. اه اه انا وصغير ما في ما في شغلي احمله الا ما توقع. مش اغيب كنت. مش مش اغيب ما بعرف يمكن اه لا هلأ اذا بتلاحظ بهز كتير انا اه اه فحتى بالبيت هلأ يعني مرت بتقلي اذا بد انه الله يخليك انت ما تدقر شي لهاي الدرجة. شو اسمها مادامتك? اه سحر. سحر. اي. هل مظبوط انه سحر وقت ترشحت لرئاسة لجنة البنية. وكان فيه ثلاثة اسماء. قالت لك يا حسن ازا انت بتترشح انا رح صوت ضدك لانه بتخرب البنية. ايه صحيح. لا انا بتذكر وقتا اه دكتور عنا هو رئيس اه لجنة البنية. اه بطل معه وقت كتير. فقال لك بدي بدي حدا ان نحطه يقدر يتابع كل المواد يعني لا. انا بدي قل لي بقل لي انه انا عم فكر انت تصير رئيس لجنة البنية. طلعت انا ما صدقت عنه اذا عم يحكي جد والله ما زيح. سيقبت. مرت. قالت لي انه اوعى انت تستلم البنية لانه البنية كلها بتخرب بتروح. فواحدة يعني اصلا انا ما معي وقت اكتر منه يعني ما باعث كيف تلع معا وقتا الدكتور هيك. اسوفي. تحبت اعمل وزير تربيه. لا ابدا. ابدا? ابدا. ليه? مع انه انت بالبيت عامل وزير تربية. الحلالك كيف. يعني اذا ولد من ولدك كان منيح بالفوتبول او سمع الكلمة تاني يوم ما بتبعته الى مدرسة. انا لا انا. هلأ هي من كتير صح للصراحة. صح ولوس. هيك من آآ لا منا كتير صح هذه الطريقة انا عم قول مع مع ولادي. بس انا اسهل شيء اللي لولادي انه خلص بكرة ما تروحه. بكرة ارتاحه. تعبين بنتي آآ اكتر واحدة بنتي بتعرف هيدا شيء. بتعرف كيف آآ آآ بس تكون عن جد تحبين ما بدك كذا. بقل له خلص انت معطلة بكرة. فبتروح بتقل له لامة انه انا بكرة ما رايح على المدرسة. مين اللي قال? وزير التربية مدرسة. كيف عارف اخبارك انا? آآ انت متواصل مع العيلة اكيد. آآ وشجلة الخوخ بالمانيا وقت جبتها للواردة لتزرعها وقامت كبتها. هيدا التفاصيل هيدا التفاصيل من اخواتي اكيد. ما بعرف. آآ. عصورة. ده بحسن خبرني اخر حادسة تمان طويل. الكامارو والرنج اللي بنصفه ورا بعض كيف ضربت الرنج ضربت الكامارو. صح كن جايب كامارو جديدة. كن جايب كامارو جديدة ودايما بصفها قدام الرنج لانه قليل ما بسوعة وهيك بسوء الرنج اكتر. ومشوديلة على اساس انه ما بتنضرب وبدير بالي عليها وهيك كذا. فاول من ضربة انا. ضربتها برنج. ولو. ايه فقلت لها قلت لها مرت انضربت السيارة مين ما مين كذا. قلت لها انا. انا اللي ضربتها. هسن هول اشي عن جد مهدومة بواحد بق بيتذكرون دايما عرفت وفي قصة كمية ترامبولين ووقتها انت وخيك. وعم تلعب وقعت ورحت عالمستشوى ورجعت لعبة الجيم بزيت النهار. وسجلت هدف الفوز يعني في امور بالطفولة كتير حلوة بتمرق واحد ما بينسيها. احنا ذكرياتنا كعيل وكأخوة وهيك راب من بعض. ان شاء الله بتضلوا هكي دايما. اجمل الشي هو الاهل والاخوة والقربة. دايما ما تنسى ما تنسى هيدا الشي متل ما عم تشوف في ناس كتير يمكن ما بتعرف قيمة الخي او الاهل او العيلة. هيدا اهم شي بحياة المسان. طب حسن خلينا نرجع نحكي شوية فوتبول. مين هيك اهم لاعب لبناني لعبت معه. واهم لاعب اجنبي لعبت معه. اهم لاعب لبنان لعبت معه. كان عهد او نجمي او انصار يعني. اهم 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 اتنين لعبت معه هو اه لحقتهم بالمنتخب هن دودو ورضا. دودو ورضا. طبعا. وكأجنبي. تعلمت تعلمت منهم كتير كأجنبي بالآه لعبت مع مجيد بوغرة. بال بالامارات. اه من اهم الاجانب لعبت معهم حتى كشخص وكعقلية. فكان من من وكمان كمان شخص كتير ساعدني بالفترة اللي كنت فيها معه تقريبا. حسن من اجمل اهدافة اللي سجلتها وما بتنسيها. كان على صعيد المنتخب او مع الانصار او النجمة او العهد. خلينا نحكي على نطاق محلي. صح. مع العلم انا بدي شير انك انت الهدافة التاريخي لمنتخب لبنان مع تلاتة عشرين هدف واكتر لاعب خاض مباريات مع منتخب لبنان. صحيح. اه بحتقد هيدا هيدا اه شي بفتخر عملته لبلدي ولمنتخب بلدي. اني ش欠كت اه تقريبا بحدود صار ان ١٨ سنة مع منتخب لبنان. عم تحكي من عمر سبعتعشر سنة انا مع المنتخب لهيدا العمر. اه 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 اجمل جول سجلته هو مع اه الكوات اه 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 العال اثنان اثنان اللي انتهت نتيجة آه كمان بالتصفيات اول تاني مباراة لقلنا اه 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 او هذا كان أجمل هدف لأيلي مع المنتخب في لبنان أهم هدف سجلته كان مع العهد بتصفية بكأس اتحاد الأسيوي ضد المحرك البحريني تذكر من نص الملعب كان الحارس متقدم كمان سجلت حوالت أنه أحصل عليه لا أقدر أتجيبه للجول ما أنه موجود ولا محال بعتقد مبلا موجود هو بس سألت كذا حدا هيك ما طلع بعد ما أقدرت حسن نحن بعرف عن مشكلة ملاعب لبنان يعني كلنا متفقين شو ناقص المنتخب لنكون بالموضي هيدا حلم يعني حلم لكل لبناني صحيح هيدا حلم لكل لبناني بس ما فيه مرات بدا تكون واقعي وقت ما بتشوف بتطلع لبرضة بتشوف ما بدنا نروح لبعيد الهند نحنا كنا بالهند بتشوف الامكانات اللي موجودة بالهند من ملاعب لطريقة طريقة تفكير بهايد اللعبة الهدف اللي حطينه قدامه التطور اللي عم بيصير عندهم هيدا هيدا الهند نحنا كنا معتبرين انه قدام عيده قدام عيده بالفتبول قدام عيده عنا شوفهم صارت صارت حدنا وفيه مطاره بعد شوي بحس بتسبقنا واذا ما سبقتنا كل بلاد الاسيوية اللي عم تطور مش لانه نحنا ما عنا مواهب او ما عنا لعبين لا في عنا بس اللاعب عم يوصل لمرحلة عم نلعب على اصطناعي عم لاعب صغيرة مستوى الدولة عم بيكون ضعيف الاجانب ما عم بيساعدوا لو يتطور اللاعب اللبناني هيدا بدي اصلا اربع لعبين اجانب كبلد ما عم نحكي بس هون ما عم نحكي من اللوم الاتحاب بلد ما عنده اهتمام بالرياضة للصراحة صح صح بالفتبول بالاخص صح هي اهم لعب بالعالم ما عنا ملعب نلعب عليه هيدا هاي معيبة عم نلعب عم نلعب اللعب باسبادرين زحف بعد شوية لانه اصطناعي واذا بتلعب بجلل انت معرض لتتعور او معرض ليصير عندك مشاكل بظهرك هاي مش من يعني هيدا فينا نقول ما بعرف شو عم بيصير بالاخص بهيد السنة ما بعرف اذا فيه سبب معين والله لأ بس انو الملاعب اكيد عم بتأسل على على مسيرة اللاعب على مستقبله لللاعب ف بتمنى نبلش نحط هدف لقدام ما عم نقول هلا نغير نحط هدف نبلش نعرف لحتى لحتى نتطور لحتى بدنا نوصل للمونديال هلا عنا تصفيات وممكن نتأهل وممكن لا بس انا عم بحكي لتتطور لتوصل للمستوى اللي لازم توصله من بنسبة المواهب اللي موجودة عندك اللي كمان هيدا المواهب بحاجة كمان اللي يكون عندهم عقلية مختلفة صح صح اللعيب الصغار بالأخص في مواهب من الظلم انك تقول ما في مواهب في مواهب كتير بس بحاجة العقلية مختلفة بحاجة اللي تفكير بهذه اللعبة بشكل مختلف لينتبعوا حالهم أكتر يركزوا بهذه اللعبة يكون تفاصيل حياتهم بهذه اللعبة البعض هالأيكوس عن الأرقيلة اللي عم نشوفها مع لعيبة الفتبول كلهم صح حتى طريقة حياتهم تتغير كمان نحن بحاجة لنغير كفبول لبناني حسن أربع لعبين أجانب هالموسم فكرة منيحة أو لا أكيد نيحة بجزء كبير بس كمان نوعية الأجانب بده يكون بده يكونوا أجانب الأنصار عمر ذكري ما بعرف شو قصته بس ما بين فوديل ما عم بيبين يعني انتقادات كبيرة صح لمستوى اللاعب يعقوبة دومبيا بإخر مبارتين عم بيكون كتير جيد قبل ما كان ما بعرف إذا تأخر ليفوت بالأجواء وعندك الحج مالك يلي كمان الكل بيقول إنه منه الحج مالك يعني سبع مباريات أربع أهداف الأنصار مسجل 11 هدف كله على بعض ما تعودنا نشوف الأنصار بسبع مباريات 11 هدف لحتى نكون صراحين مثل ما قلت نحن بعدنا ما وصلنا للفورمة اللي لازم أو للوضع الوضعية الفريق اللي لازم يكون في الفريق طبعا فيه أسباب مثل اللي هي الإدارة مأمنة كل شي صح مش عم بحكي بس كإمكانات عم بحكي الفريق نحن كلاعبين منتخب تأخرنا لفتنة مع الفريق كان فيه مدرد بجديد فلسفة جديدة لعبين المنتخب تأخروا لعبين الأجانب تأخروا اللي يجوا اللعبين تعاودات ممكن كمان إجوا بوقت تركيبة الفريق ما مشت مثل ما أنت بدك زائد مثل ما قلت أنت يمكن بعد فضيل فضيل بعد عنده إمكانات قادر يكون بعد بشكل أفضل لفرجة إمكانته بشكل أفضل عمر ذكر برضا في الحجم مالك بس أنا إذا بدك تجي تحكي كفريق لا بتحكي على منظومة وتركيبة الفريق بعد ما وصل لتوليف المزبوطة أو تأخر الفريق ليعمل توليفة تكون تكون سابت وتكون منيحة بالدورة بمباراة العهد بمباراة العهد يمكن أحسن مباراة من العبا بيّن الفريق عن شخصية ولعبنا مباراة كتير منيحة لدينا هذه الفرصة بس كمان توقفت الدورة عم بتضرد كتير الفريق بالوقت اللي عم بيكون ماشي شوي عم نرجع نوقف شهر تقريبا حسن مع توقب يوعد جمهور الأنصار إنه من المراحل اللي يجي الأنصار رح يكون غير الأنصار اللي شوفوه غير حسن مع توق يلي رصيده ثلاث أهداف غير الحج مالك يلي رصيده أربع أهداف صح بالعكس ما عم قول ما عم قول الفريق هو سيء أنا قيلت الفريق بحاجة بحاجة لتوليفة سيدة الأنصار تركب مع بعض بشكل أكبر بعد هاي التوليفة مرقبت بشكل كتير كبير في أجزاء بالفريق منيحة بس أكيد لازم نكون أحسن الفترة الجاي أكيد حتى الإدارة عرفت وين في أخطاء وين ممكن تحسن كمان حتشتغل عنا ثلاث أربع مباريات بالسوداسية كمان قادر تحسن كتير بمطارح بمراكز بحاجة لإلى طبعاً نحنا كلعبين لازم نكون أحسن على المستوى الفردي والجماعة وفريق الأنصار فريق منافس يعني نحنا عم تحكي ست نقطة بعد عن نادي النجمة هي فعلياً ثلاث نقطة بالسوداسية ثلاث نقطة الأنصار فريق منافس ومنافس بقوة وحيكون بعتقد وضعيتنا بالسوداسية بشكل أحسن حيكون الفريق بشكل أفضل لقى بالدورة بين أربع فرق بتشوفه برج عهد نجمة أنصار هو هيك ومع المراحل اللي قدام بيبين أكتر الأمور بس لو فرق أي حدا عن التادي ست تسع نقطة هي ولا شي بالسوداسية حعم تبلش دورة جديد عندك زهاب إياب زهاب يعني 45 نقطة لكل فريق عم تبلش دورة جديد يعتبر عم تقدر تركب فريق جديد لأنه عندك بيفتح باب الانتقالات وين في عندك ناص وين في عندك فهيدا منه اختبار حقيقي للفريق برأيه السوداسية هو الاختبار الحقيقي رح يصير فيه تغيير أكيد للأجانب بعدين يعني على الأقل عمر ذكري على الأقل أكيد لأنه عمر ذكري منه موجود أصلا عنده إصابة وفل من لبنان أشوف شو هيصير في تغيير ما بعرف بس إنه بعتقد فيه يعني حتى حيكون فيه لعبين لبنانية جديد حتى جديد صحيح بمراكز معينة وين عندك نقص حتى قدر تحسن لعبين لبنانيين جديد سبقوا لعبوا بالدورة لا ما بعتقد آمن أصول لبنانية رح يكونوا مع الأنصار بالسوداسية أكيد الأستاذ نبيل ما ننهار Fraktion بس ما يقرب على رقم 10 ما يقرب على رقم 10 بالفريق رقم 10 لم؟ من بلبس رقم 10 الرقم لا الرقم ها الرقم لا مين بد ليقرب عليه ما حدا بتقرب عرقم 10 لا مين يسترجي يقرب على عم نمزح لا أصلا هن بيعرفوا كيف انا بتعطى مع الفريق كيف شو اللي بقدموا للفريق كلهم مقدرين هيدا الشي وبيعرفوا امتي بالفريق ادريس المرابط هو الشخص المناسب طبعا الكابتن ادريس هو مدرب جيد للفريق الفلسفة اللي عنده اياها عم بيقدر لاعب اللبناني يستوعبها يعني في مطارح صح ما كتير بعد وصل اللي بده ايا الكابتن ادريس الفريق بس وفي مطارح نظلم كمان الكابتن ادريس فريق قلتلك انا فعلا وجل وتحية صح نظلم ليش لانه ما قدر يركب فريق ما قدر يحضر فريق ما قدر يجمع يجمع الفريق سيقبت شوية مشاكل مع الاجانب كمان تعفل قديش الاجانب بيأثروا بالفريق فان شاء الله مع الايام يمكن بالسوداسية تكون الامور احسن بس الكابتن ادريس مدرب منيح للفريق مدرب عنده تاريخ بالتدريب ان شاء الله الامور مع الوقت بتتحسن طب حسن كيف شايف النجمي وكيف شايف العهد باعتبار انه هول فريقين لعبت معهم قبل ما شايف يعني صح النجمي ماشيين بسابات بس انا ما شايف انه هيدا له تأثير كتير كبير على مستوى الفريق بالسوداسية لان بالسوداسية حيكون اختبار حقيقي عم تلعب خمس فرق حيكونوا بأعلى جهوزية الكل مضبط حاله يعني النجمي مش بطل لبنان لا ما فيك تحسن ما فيك احسنه وما فيك اصلا تجي تقول هلأ النجمي بطل لبنان لا بكير بعد بكير كتير الاختبار الحقيقي هو بالسوداسية لو هلأ شوية الفريق متذبذب مستويه لو بالسوداسية حتلاقي الأمور مختلفة نخلي الجمهور ينطر ويصبر وما يحكم على الفريق من هلأ عم نحكي جمهور الأنصار اكيد اصلا الفريق الأنصار بالاخص بالمباريات الكبيرة أثبت انه هو دايما موجود ودايما بيبين بشكل مختلف بالملعب وبتمنى هيدول المباريات نقضيهم بشكل منح والسوداسية عندنا وقت لنحضر فريق وين في عندنا نقص نحسن فيه كالإدارة بعتقد عم تشتغل على هيدا الشيء وهو الاختبار كمان اليوم يعني مش بس الأنصار عم بيحكي عهد نجمة برج وغير فرق اليوم عم نحكم على هالفرق وعلى هاللاعبين ومنظم اللاعبين ما بدنا ننسى انه عم بيلعبوا على ملعب واحد إجمالا اللي هو ملعب جوني يعني ملعب فؤد شيب يلي أرضيته غير أرضية الملاعب يلي وقت عم تظهروا لبرا عم تلعبوا عليها يعني هذا العشب الطبيعي ما انه موجود فيه أمور كتير المتفرج المشاهد ما بيعرفه ما بيتابعه طبعا مثل ما قلت المستوى الفني اللي اللاعب بيتأثر بالملعب طبيعا المستوى الجماعي كلنا بعتقد صرنا عم نلعب على استناعي بس عم تروح تلعب على شيش عم تلاقي الفرق وهذا مع المنتخب عم تلمسوا طبعا عم بيأثر نوعية الملعب كبير الملعب كله عم بيأثر على منتخب لبنان بس اذا بتجي بتحكي المستوى الفني طبعه لللاعب والمستوى الفني طبعه المجموعة ما انه حقيقة هيك ملاعب للصراحة طبعا مع انه يعني عم نحاول قدمه فينا انه اللاعب يقدم كل شي عنده بس بعد لو في عندنا ملاعب بتلاقي المستوى الفني اعلى الفتبول بيعلى عندنا واكبر دليل قبل وقت ما كنا نلعب على المدينة وبصيدة كان دايما الفتبول والمواهب والموهبة يقدر يطلع كل شي عنده بشكل افضل حسن في عندي فكرة انا دايما بسألة بدك تعطيني لون يعني انا بدي اعطيك اسمي بدك تقلي يا ابيض يا رمادة نص بالنص يعني رمادة يا اسود اوكي جمال طاها جمال طاها كم درب عم بحكي ايه ابيض الكوتش دريس المرابط ابيض نبيل بدر ابيض تميم سلايمين ابيض ليه هيك عديت شوي لا ما عديت انا رؤسة النادي رؤسة النادي بالاخص اللي عم يعطوا هني خلوا اللعبة تدلة وقفة على الجليل ايه بس ليه ما قلت اللي ابيض ضغري ضغري فكرت شوي اه فكرت طيب اسعد السؤال رمادة ليه ما بديش قللك اسود قلت رمادة ليه لا فيك طول اسود اه لانه برأي قلت خلية رمادة منيح لانه يعني برأيه صح اجا وشتغل بس برأيه كان قادر كان قادر يعمل اه اه كرئيس افضل من هيك اجا ع فريق كبير اه لو اشتغل ضغري بدون اه ما تصير كذا شغلي كذا كذا حاد اه كان باعتقل بضل بنادي النجمة اه قلتش كوتش المنتخب السابق اه رمادة رمادة يعني ما كنتو كتير مقتنعين فيه اي فيه يعني وين مشكلته كانت تحديدا بافكاره اه مشكلته الكوتش قلتش شوي اه اجا ع لبنان منو كتير اه اه اذا نقول شايف الفبول اللبناني وعندو افكار اه انو نحنا ولا شيء وهو بدي يبلش معنا من السفر و اه افكار معينة خاصة فيه اه هاي بعتقد لي هي درته يعني هول اسماء انا هيك حبيت خطروا عبالي يعني وبالنهاية كل واحد بيميل وكل واحد بس هيدا رأيك وهيدي وجهة نظرك ويلي كتاري بيحترموها وهيك حسن بالنهاية بنهاية الدوري بتشوف العنصار بطل لبنان اه دايما اه دايما بشوف نحنا منافسين جديين هيدا امر طبيعي العنصار دايما دايما نحنا مؤهلين لنكون بطل بالاسماء اللي موجودة عنا اسماء كبيرة موجودة بالإدارة اللي موجودة حوالين الفريق والرئيس اللي متابع الفريق بكل تفصيله اه جمهور داعمنا فنحنا مؤهلين لنكون بطل بكل موسم والموسم برأيه الحالي عنا امكانية كتير كبيرة حسن انا بتمنى يعني الموسم الجي شوفك مع الانصار ليش لا صحيح اه لانه خمس سنين خمس مواسم فيك تكمل طالما انت مرتاح واني مرتاحين طالما انت بعده اسمك كتير كبير بالملاعب الليبنانية فان شاء الله بتضلها القدوة للصغار لكتار من الناس انو اتقول حسن معتو واتقول موسى حجيج واتقول ريدا عنتر واتقول دودو اسماء كتيرة تما ننسى حدا فعلا هاي الاسماء اللي حببت كتير نشق طالع بكرة القدم اللبنانية كمان انا بشكرك انبسطت كتير معك وكل اللي بتمنى انو هاي دي اللعبة عنا تتحسن يكون في خطة لقدام عنا مواهب يقامنوا بحالهم يقامنوا بموهبتهم بس كمان بحاجة لانو تأمنوا الامكانات ليتطوروا ان شاء الله بيكون عنا فرصة نعمل شي مع منتخب لبنان بتصوية كأس العالم ان شاء الله وبكأس اسيا بالاخير طبعا بدنا نقول كل التضامن مع الشعب الفلسطيني طبعا مع غزة وان شاء الله بتتحرد الفلسطين من الكيان الصهيونة وعلى امل انو العربي يكون لهم موقف مع الشعب الفلسطيني مشاعرهم تنهز على هيدول مشاهد اللي عم شوفوا الظلم اللي عم يتعرضوا له كل التضامن ان شاء الله قريبا منشوف فلسطين محرر حسن انا بدي اشكرك من هونة توكس و الله يوفقك ورح اضل افضل مين حمير رقم عشرة باليبني الله يخليك شكرا شكرا الله الله حكرا اشتركوا في القناة